تتزاحم عنوين الكتب هنا في معرض الكتاب الدولي العاشر في رام الله ويسميه القائمون عليه بالمظاهرة الثقافية هنا كتب الفلسفة والأدب والروايات والشعر والعلوم واللغة والتاريخ وكل ما يخطر ببال الزائر هنا موجود أمامه فالخيارات كثيرة بعد أن تزور معرضا موجود به ما يقارب نصف مليون كتاب كهذا المعرض سعينا منذ اللحظة الأولى لأن يكون معرض فلسطيني الدولي بمثابة تظاهرة ثقافية تشمل كافة جوانب الحياة الثقافية الفلسطينية بمعنى هناك فضاء المعرض وهو فضاء دور النشر والفعاليات الثقافية كذلك الأمر هناك فضاء الحرية وهو الذي يعنى بتجربة الحركة الأسيرة الفلسطينية وأيضا تكريس رسالة الإبداع الفلسطيني في المعتقلات الإسرائيلية والذي أنتج الشعر والرواية والقصة الكتاب العربي غائب عندنا هنا في هذه البلاد إلا قليلا هذا المعرض فتح لنا باب الكتاب العربي في العالم العربي وربما في العالم غير العربي المعرض الثقافي هذا لم ينشر العلم القادم فقط من دول العالم أمام زائريه بل أيضا كان مصدر جذب لأكثر من أربعمائة من دور النشر شاركوا بالمعرض مما شكل مصدر إلهام وجذب كبيرين للعديد من القادمين لتصفح وشراء هذه الكتب والاطلاع على كنوز معلوماتها أنا بعتقد أنه فلسطين تقرأ هو بحاد ذاته فعل مقاومة فالقراءة هي مفتاح للحياة ومفتاح للمستقبل وبدون أن نقرأ لن نستطيع أن نمتلك المستقبل وحتى نمتلك المستقبل ونتحرر من نير الاحتلال أنا بعتقد أنه لابد من أن يكون شعار فلسطين تقرأ فلسطين يعني واقع وحقيقي فرصة ممتازة أنه الناس يلتقوا بما يصدر من فكر في العالم العربي وغيره ويتزودوا المكتبات بالكتب الجديدة اليوم المعرض الدولي الذي أقيمه في مدينة رام الله هي أيضا فرصة للشباب الفلسطيني وكافة المستقبلات الاطلاع أيضا على مجموعة من الكتب التي لها علاقة بالتكوين الثقافي والأكاديمي والفكري البصمة الثقافية التي يتركها هذا المهرجان حتى السابع عشر من شهر أيار الجاري يعكس مدى التنوع الثقافي في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال بل يعكس أيضا مدى توجه القارئ الفلسطيني إلى الكتاب التقليدي الملموس في وقت يصارع فيه هذا الكتاب التطور التكنولوجي الكبير ألاف الكتب الموجودة في هذا المعرض حدث يمكن أن يكون له عدة رسائل من بينها إثراء الحركة الثقافية في الأراضي الفلسطينية ورسالة أخرى أن الثقافة يمكن أن تحارب الحصار في الأراضي الفلسطينية وتحارب الظلمة والاحتلال وكل آثار الاحتلال في الأرض المحتلة جهاد قاسم تلفزيون وطن مدينة رابالله